السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخباركم ايه؟ كواسين الحمد لله طيب قبل ما ابدأ هل في اي حد عنده اي اسئلة بخصوص المحاضرات اللي فاتي اتباع اقصر السلم في احد عنده اي اسئلة نبدأ بيها ان شاء الله انا جاهز لو اي حد عنده اي اسئلة ما يستنىش نهت المحاضر ويسأل على طول ان شاء الله النهاردة ان شاء الله نتكلم على اهم الوظائف في مجال البيم وعايز بس اقول لك على حاجة ان ما فيش حاجة اسمها وظيفة مستحيلة تمام بس في حاجة اسمها وظيفة عايزة بعض الحاجات عشان تاخد الوظيفة ديت فانت لازم يبقى عندك الاساسيات اللي تأهلك للوظيفة ديت وما تفرحش بالمسامة الوظيفة لا افرح بان انت شغال حاجة بتفهمها وبتتقنها تمام يعني ما حدش يستعجل ويكتب بين مانجر او بين كوردونيتور او بين سبيشيليست غير لما يكون خاد الخبرة كافية واشتغل على نفسه وطور نفسه وهاكسر طيب ايه اهم ايه اهم في احد عن سؤال طيب ايه اهم من الحاجات اللي موجودة عندنا طبعا بيفرق حسب الحجم المشروع وحسب حجم الشركة يعني ممكن تلاقي وظايف كتيرة اكتر من كده بس دول التلاتة الاسيين حسب الكود البريطاني وفي كل كود بيحط وظايف مختلفة يعني ممكن تكون عندي اصلا المشروع بتاعي كزا مشروع وكل مشروع فيه او انا مقسم من شغل بتاعي ففيه عندي كزا بيم منجر فانا مضطر اعمل بيم مثلا بيم دايريكتور فوقيهم فيبع عندي وظيفة جديدة مهمته ان هو ينصك بين المشروع المختلفة طيب ما ينفعش واحد يجي يقولك يقولي انا عايز ابقى بيم منجر وهو ما بقاش بيم كوردينيتور ليه هو بيش فاهم الوضع بياخد وقت ازاي او بيشغل ازاي او الحاجات دايب او يقولي انا بيم كوردينيتور هو اللي ما بقاش بيم موديلر لا لازم بيقى بيم موديلر الاول وبعد كده بيم منجر ليه على اساس يقدر يبقى فاهم الناس شغالة ازاي يعني حتى مثلا لما تجي تمتحن البي مي بي يقولك لا ما ينفعش تمتحن وانت لسه متخرج لازم يعاد عليك تقريبا ثلاث سنين قبل ما تدخل الامتحان ليه ما ينفعش تبقى مدير تيكنيكال ولما حدث يقالك في التيكنيكال طول لا انا معرفش ان المعلومة دي ما عدتش علي بيش تخصصي لا لازم تكون ايه تاهم القصة ايه ومتضرب عليها وهكذا تمام تمام طيب ايه المطلوب من مسلا البيين موديلر الموديلر مطلوب منه ان هو يطلع اللوح ويطلع الموديلنج الموديلنج المساول بها ان هو يعمل السيري دي طيب وايه يدرر يرسلم بقى حسب تخصص بتاعه اللي هو مسلا معماري هيبدأ يرسم الحوايط ويبدأ يرسم الكواب والشبابي اللي هو ستراكشور هيبدأ يركز على الحياة ستراكشور mb هيبدأ يركز مثلا حسب التكييف ولا صحي ولا قهربة يبدأ يركز على شغل بتاعه. دروينج بالرودكشن هتبدأ انت بقى تطلع اللوح. سواء بقى لوح اسبلت او لوح شوب دروينج او لوح دزاين. ايه الفرق بينهم؟ الدزاين هي دي اللوحة الاسية في شغل بتاعتنا ان احنا بنطلع لوح اللي فيها طريقة التصميم وطريقة الشغل وهكذا. بس دي قبل ما ننزل الموقع. لما بننزل الموقع بنحتاج لوح اقصر تفصيلا. فهي لوحة دزاين بنبدأ نعمل عليها شواء التعديلات لحد ما يبقى اسمها شوب دروينج ويقدر الناس في الموقع تشتغل عليها. يعني بحط طريقة تركيبة الحاجة او الحاجة هتتتركب ازاي او توصل ازاي. وبعد كده اسبلت لما المبنى يجمل باضطر بقى ان انا ابص على اللوح وعلى الشغل. وشوف لو في اختلاف بين اللوح والشغل بعدل اللوح بحيث ان انت بقامش ازاي الشغل. يعني انت قلت مسافة بين الباب مثلا والعمود مثلا نص متر هو خليها متر. فانت تبدأ تعدل اللوح على الوضع الحالي. طيب بيقدر يعمل ايه ثاني برضو الموديلر ان هو بيعمل ايه؟ يبدأ يعمل content creation. ان هو مثلا يعرف يعمل family. تمام طيب. عشان نشغل بشغل بعمل لازم كلنا يبقى شغالين فريق مع بعض. ما ينفعش واحد شغال بعمل بعمل بس هو بيعمل لوحده. طب هيعمل ايه؟ هيعمل كل الشغل. فلازم يتدرب على ان هو الشغل فريق مع بعض. ان هو الشغل مع تيم. دي بتفريك كتير جدا. تقول ان انا نشغل كويس بعمل كل حاجة. الطلوب تعرف تشتغل مثلا work set او work sharing او 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 او. قال لا احنا كل واحد بيشتغل في ملف الوحده وخلاص على كده. طبعا ده ما ينفعش ده. ده ننفع في مشاريع سغيرة مثلا فيلا بتاع. انما لما يخش مشاريع كبيرة مستحيل. طيب بعد مسلا مشغلت موديلر سانة سنتين. هتدخل بقى في موضوع coordinator. اللي هو ايه بينصك بين الاقساء. فلازم انت بعارف ازاي تعمل family مثلا. معلش حضرتك قلت المفوضة ان ان هو يتدرب ازاي يشتغل يعني مع team. تمام. ازاي بسا. عن طريق ان هو يخش يعني مع ناس وكده واحدة واحدة يعني بالتجربة. هو فيه شرح الموضوع ده طبعا يعني. فيه شرح ازاي الواحد يشتغل ليعمل work sharing. القائمة اللي هي بتاعت. اه هو خاصة يعني في البلاد يعني. اه هوريكم القائمة دي. قائمة دي مشروحة بالتفصيل. اللي هي قائمة collaborate. تمام عبارة عن ايه. ان احنا نشغل مع بعض. الفكرة من ايه. ان لو احنا اتنين عايزين يفتحوا نفس الملف. يعني تخيلوا مثلا معي ملف وورد. واتنين عايزين يشغلوا عليه في نفس الوقت. تمام. اول ما واحد فيهم يفتح. الثاني يجي يفتح يقول له لا. الطريق مسدود. read only. ليه عشان في واحد تاني يفتح الملف. طيب لو الاتنين فتحوا الملف مع بعض. وشغالين مع بعض. دوت قال لك لا. grid ده مفروط يتحرك يمين. والتاني قال لا تتحرك الشمال. لا انا عايز الغيه. فتحصل لغبطة. فعشان كده. بنعمل حاجة اسمها وورك سيت. وورك سيت عبارة عن ايه. عن تخزين للمعلومات بتاحتك. بحيث ان محدش يقدر يعدل عليها غير بعد اذنك. يعني انا بعمل وورك سيت مثلا اسمها architecture. خلاص بحط عليها الحاجة architecture. او وورك سيت اسمها wall. بحط عليها wall. فلو اي حد عايز يعدل wall. لازم يبعط لي. يقول لنا انا عايز اعدل الحاجة دي. تمام. هي الفكرة كلها في التنظيم. لو انا لسه معرفش الموضوع دوت. واشتغلت مثلا خمس سيت سنين مع نفسي. وراحت تشغل في شركة. هيقول لي لا. انت لازم محتاج تعرف المعلومات دي. عشان تقدر تشغل معنا. هو وورك سيت ايه. بقى عم بقى وورك سيت مثلا اسمها architecture. تمام. واحد تاني كذا. من اللي مسكها معازد. معازد ده ابني. تمام. فهو اسم بقى محظوظ كنت بقى بعمل شرح الموضوع ده. فمفروض الاونر مثلا عمر. ولما حد يستلف مني حاجة. بيبقى بورور. يبقى هو مستلف الحاجة دي. مستلفه عشان هيعدل تعديل. فلو احنا نشغلين مع بعض. هو عايز يعدل فيها. فبيبعت الريكوست. انا ابدأ اشوف الراجل ده. من حقه يعدل ولا لا. يعني لو انا مسلا نشغل. وليت واحد مواندس كهرباء بقيت الريكوست. ان هو عايز يعدل في السيلينج. يبقى اوتوماتيك هرفض. وابعت اسأله. عايز تعدل في السيلينج ليه. انت عايز يعدل لارتفاعات. ينزل في السيلينج شوية. لا. ده احنا لازم نتفق عليها. فهعمله ايه. هرفض الطلب بتاعه. تمام. فهي لازم يبقى فيه تنظيم كده للشغل بيننا. طيب. نرجع للبرزنتيشن. انا سعيد بالاسئلة. تمام. فاي حد لا نسؤال ما يساعدهم. شا ما ننساش. طيب. فالكوردينيتور هيبقى هو مسؤول مثلا على الموديل كوردينيشن. طيب الموديل كوردينيشن ده. مش لما نخلص المشروع ده قبل ما نبدأ المشروع. ما استناش لحد المشروع يخلص. وبقول ايه تعالوا نصك بنا وبين بعض. لأ قبل ما نبدأ المشروع. بقول مثلا الكهرباء تمشي ناحية دي. الميكانيكا تمشي ناحية دي. الالكتريكال مثلا هيبقى ماشي فوق تحت. وهكذا. بين نصك. عشان لما بعد كده ينشتغل ما يبقاش فيك الشك كتيرة. انما مثلا لو عندنا الطرقة. كله حط في النص. الكهرباء حطت في النص. والبلامجة حطت في النص. والتكييف حطت في النص. مش هنحص نشتغل. تمام؟ اعملنا مثلا سيلنج والمعمارة على السيلنج شوية. فمفيش مكان للشغل. لأ بننتفق مثلا لا السيلنج. ومفروض مثلا ينزل مثلا نص متر متر. حسب حجم المشروع وحسب الشغل. طيب. في موديل اوديت. بيبدأ يتأكد ان الموديل الماشي سليم. وفوش امشك خالص. الاكستوشن بلان. هو بيعمل الاكستوشن بلان. هو وي البن منشر. طيب. بردو بيعمل ترينج. هو بيبدأ يدرب الناس. بعد ما شغل فترة حلوة. كوردينيتور وحضر اجتماعات. وهو باتنين لمحالة البن منشر. اللي هو المفروض اللي مسؤول عن الترينج. مسؤول عن الامبلمنتيشن. لو ما فيش بن في الشركة. او يطور الامبلمنتيشن الموجود. يدخل مثلا التقنية جديدة. يعمل ستاندرد. ويتأكد انها مشغلة. يعني اوش بيعمل ستاندرد ويعود. لأ كل شوية يبدأ يشوف الناس ماشي على ستاندرد ولأ. ولو اي حد مش ماشي على ستاندرد اللي هو بيحطه. ستاندرد ده يعني طريقة تسمية الملفات. طريقة الشغل اللي عاملة ازاي. تسمية الفيوز. الفيو مسلا عايز ان ناسا. احنا متفيه مسلا ان هيطلع بالاسم الانجليزي. هو لأ راح هكتب لك الدرر الارضي. فلازم تتأكد ان الستاندرد اللي انت عامله. اللي انت عامله. اللي اسماش عليه. بيتأكد من الورك فلو. الشغل بتاعنا. الريسيرش. يعمل البحث مسلا فيه برنامج افضل فيه كذا واكذا. فنبدأ كل شوية. بنتطور بالشغل. بنتطور بان دخل على لينكد اند. وغير مسمي بتاعي البين ما نشر. مفيش حاجة تلنعك ان انت تبقى بين ما نشر. بس تشتغل عناسك شوية. تعرف ايه المطلوب منك انت كده عرفت الخطوات. اول حاجة شغل في الدروين. وبعد كده الشغل في الـ مع فريقه. وبعد كده خش في موضوع ان انت تجاوب اسئلة الناس وتضرب عليه. طيب الموديلر. فيه اه ممكن انت مسلا دلقتي مهندس معماري. فتبقى كاتب ايه. اه بيم اركتكتشور. او بيم استراكشور. فتبقى عارف بتقول له ان انا بعرف استخدم البيم في المعماري. تمام. ولازم بيم انجينيرنج مسلا. اركتكتشور. فتبقى عارف ان انت مسلا مهندس معماري. فتقدر تعمل الموديل وتقدر تبدأهم سفر. ممكن واحد تان لا موديلر بس. يعني ايه. يعني هو معهش هندسة بس هو يقدر يعمل الموديل او يعمل النموذج. بتاع البيم. طيب دي مسلا خريطة مسلا دي لازم نعملها في كل مشروع. بنقول مسلا ده اللي مسك البيم. ودعا دي كده مسلا تحتيه واحد مسئول عن كذا. واحد مسئول عن كذا. ممكن يكون المشروع كبير. فهنخصص واحد ان هو يعمل ريفت فاميلي. واحد تاني هيبقى مسئول مثلا على الرومس. واحد تاني مسئول عن. ان هو يعمل بيم اكشان بلين ويتابعها. واحد تاني مسئول عن كواليتي كنترول. فبنبدأ نقسم كل واحد مسئول على ايه. ونبدأ هنا مثلا بيم دي ريكتور. بيم دي ريكتور ده لو انا عندي كذا بيم منشر. وهنا مثلا نقول ايه ده رئيس كسم العمارة مثلا. شامبيون اركتكتور. ده بيم يوزر. وهكذا. فبنبدأ نحط الليفلات والاسهاب بتاع لتنا. ودي مش ثابتة. دي بتختلف من شركة لشركة ومشروع لمشروع. حسب الحجم بتاعه. طيب مثلا هنا. هنبدأ نتأكل مثلا على واحد متخصص في البيم. فحسب البيم العمارة مثلا. هو مسئول ان هو يعمل نمزجة ويعمل الشغل مع فريق. ويعرف يعمل موديل وهكذا. في واحد تاني مسئول ان هو محترف بيم. فعنده تطور شوية يعرف مثلا البعد الرابع الخامس السادس السابع. واحد مسئول عن تنصيق الشغلة في البيم. اعتقد الورد دي تبع دكتور بيلا سكر. طيب. فيبقى فيه رولز. ممكن يبقى فيه رولز مثلا واحد متخصص بيم انترفيس. يعني ايه ان هو مسئول ان هو يوري الشغل ليه المالك. واحد تاني مسئول عن الاسبيس منجر. عندنا مثلا. ده بقى خاصة بالفسادة منجمين. ان هو مسئول ان هو المسيحات اللي موجودة فيه. مش هنقول بقى مشروع خلاص للمبنى. المبنى خلص. فهو بيبقى مسئول ان هو. الاسبيس منجر. المبنى مطلوب منه. زي ما قلنا ان هو يدير الانتاج اللوح. يعمل ترينج للناس. يبدأ يضربهم على اي برنامج جديد. يبدأ ياخد البرامج ويبدأ يشوف افضل برنامج ممكن نشتغل عليه ايه. هل نشتغل على برنامج تيكلا. ولا نشتغل على برنامج. سنشتغل على الريفيت. فيبدأ ياخد قرار. تمام. وفي مره المرات احنا شفنا ان انسف القرار للشركة ان هو ما يشغلش ريفيت في الشهر دو. تشتغل اوتوكاد اركيتكتشور. كان ليه. كان مستعجين في المشروع. والناس عندها خبرة حلوة بالاوتوكاد. فكان اصلا ان احنا ندخلهم في اوتوكاد اركيتكشور. والمشروع اللي بعد كي يبقى ريفيت. بس يعني بناخد القرارات حسب المشروع. المشروع. ممكن يقرر تاخده في المرة. في المرة التانية تاخد حاجة تانية. بعد التفكير يعني. تمام? طيب. دي ايه مسلا دي ريفت ريسورس ماتريكس. بقول له مسلا العناصر اللي موجودة عندنا مسلا اهي. وبقول له مسلا فيه فاميليز معينة بزيك وادفانسد والفيسيز بتاعتها. وهنا مسلا الناس اللي هتبقى شغالة في الحاجة والبوزيشن بتاعه. فانت ممكن تعمل ماتريكس كده للناس اللي شغالة معك في المشروع. وكل واحد فيهم مسؤول عن ايه بحيس لما تيجي حاجة باعارف مسلا ده يقدر يعمل ده يقدر يعمل ده يقدر يعمل ده يقدر يعمل شغل تاع الشيء ده بيعرف في الماسنج. ده بيعرف في فبتبدأ تقول كل واحد فيهم مفروض دي بقى مسؤول عن ايه. دي مسلا موديل ريفيو ماتريكس. من المدد انه لو احنا رجعنا للموديل مسلا. اهوه المساحة بتاعته قد ايه. تمام? كون نكتب الموديل ده مسلا مساحته كزا لأ مساحته كبيرة. هندي له اللون احمر مثلا اوتوماتيك يعني هم زبطين جدوى الاكسل ان لو المسح اكبر من كده اديني لون بحيس اشوف ازا كنت هقسم ولا لا. طيب فيه اخطاء ولا لا بنبدأ نعملها. دي بيعملها البين مانجر وبيبدأ الشغل عليها وبيخلي الناس يبدأ الشغل عليه هو بيبدأ يراجع هل الناس ماشية صحة ولا غلط. طيب عدد العناصر. لو عدد العناصر زاد في موضل معين نبدأ نشوفه. البرج. لما عملنا برج مثلا هكذا. طيب دي مثلا فيوتن بليت. دي الحاجات دي بيعملنا البين مانجر. مسؤول ان هو مسلا بيبدأ يعمل البيوتن بليت وايه العناصر اللي تمانجودة فيه وهكذا. البين اس بيس مانجر ده اللي هو اثناء فسالة مانجر بيبدأ يشوف العناصر بتاعت الامي بي وسيرفز وكذا. البين كوردنيتور بيبدأ يشوف من قبل المعمل المشروع بيبدأ يقول مين لها يشتغل ومين لها ينصك. طب اكتشف ان فيه خطأ مثلا بين العمود الانشائي وبين مثلا باب فهيشوف ان اللي يتحرق ويبعت لده يقول له انت عندك النقطة دي مفروض انت بتعملها. ومسؤول ان هو مثلا لو حد عايز فاملي معينها يقدر يعملها. ويوريهاله يتعمل ازاي. يعني بدل ما ده سر عسكري ومحد الشعر في عدل غيري. لا هو موجود وتعالي ووريهالك بتعمل ازاي بحيس ان لو وجهته مشكلة او وجهته فاملي تانية يقدر يعملها. ويقدر يشوف الكلا الشيات ويقدر يشوف المشاكل الموجودة فين والورنينج الاخطاء يبدأ يتابعها لو فيه خطأ في الموديل يبدأ يشوفه ويبدأ يعدل عليه. ممكن نخلي واحد يتخصص لعمل الفاملي بيم كونتينت كورياتور. هو مسؤول ان هو يعمل الفاملي او تمام؟ معرفش ما. مسؤول ان هو يعمل المكتب تحت الفاملي. مسؤول مسؤول ان هو يبدأ يشوف اي فاملي تيجي يبدأ يبص عليها ويشوف اذا كان فيها مشكلة او لايه. بدل ما حد يحمل حاجة من الانت وبعد ما نشغل نكتشف انه يفهم مشاكل. لا هو يبدأ يشوفها بيبدأ يشوف الفاملي تنبريت اللي احنا نشغل عليها وهكذا. البي موديلر هو شخص هيبدأ يعمل الموديل ويبدأ يشوف الـ 2D والـ 3D. ممكن نديره لوحة 2D وهو يبدأ يحولها الـ 3D. مسؤول يتأكد ان الموديل مفهوش مشاكل الجزء اللي هو بيشتغل فيه. دلوقتي احنا ممكن نستقبل الاسئلة لو اي حد عنده يسؤال. طيب اسأل انه خيب. طيب في بعض الاسئلة جات لي من الطلبة. اه بيقول ايه انا دلوقتي لما نتخرج ونروح للعمل اغلب الوظائف بتبقى راسم التصميم عادي وازهار. بس انا نفسي اقول ان انا بعمل تحاليل للمبنى اللي هو موضوع الاستدامة والحاجات دي كلها. فازاي ان انا اقدر اخد خبرة في الموضوع الاول. اه لو انا عايز اعلم اي حاجة لازم اشوف الناس شغالة ازاي. اه فيه مسلا لو انا عايز اتكلم في موضوع الاستدامة اخد الليد. وابدأ ادرس الاستدامة بشكل حلو. وابدأ اشوف ازاي يتطبق في مجال اه البم. وابدأ اشوف مسلا حد عمل موديل معين ابدأ اشوفه وابدأ اشتغل عليه واطور فيه. فمحتاجة بس ايه ان الواحد يبدأ يبص على مشاريع ويكون خد الليد. اعساس ان هو يقدر يشوف شغل البم. طيب حد عنده سئلة. ايه اتفضل. ايه اتفضل. ايه ايه انا عصدي بعد الوقت احنا في الاخد بعد ما ناخد مسلا كورس البيع ايام دوت. احنا مفروض هنطبق في مشروف الاهل. صح كده? ايه مظبوط. طب هو ليه منفعش ان احنا ناخد مسلا كل بوزقيا حاول نطبق عليها اول باول. اصلا انا احسن ان انا باخد كلام 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 كتير. مش مش عارفة افهم كويس. يعني حسن ان انا في الاخر ياجي هضطر عيد الكلام ده كله تاني من الاول وانا بطبق. طيب. يعني احسن ان احنا لو لو نطبق اول باول بحس حاجة اني بقى فاهمينها اكتر. طيب اه انا مقتنع تماما بالكلام دوت. وده انا بطبق او مع نفسي. يعني انا لما بجأتعلم اي حاجة. افضل طريقة للتعلم ان انا بحط في دماغي هدف معين مشروع مطلوب مني. تمام? بتخيل او او الزم نفسي بمشروع معين. ده ده بتعلم اي حاجة. لو انا عايز اعلم اي حاجة. بلزم نفسي بحاجة مشروع معين. وده لازم اسلمه مسلا في التريف معين. وانا مع معلوماتي مش مش كافية ان انا اعمل الحاجة دي. يعني اتخيل مسلا ان انا عايز اشتغل في حاجة انا لسه معرفهاش. فبلزم نفسي بحاجة دي وابدأ بقى اشوف ايه المعلومة خلاص خط المعلومات الاسسية. وابدأ اي معلومة عرفها لازم اطبقها. تمام? ابدأ اطبق 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 وابدأ اشوف الحاجات ديت. وآآ يعني مسلا انا مسلا اعمل بعض المحاضرات. لو واحد سمحها وما طبقش ملاهاش لازمة. لأ لازم اسمع وطبق 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 وفي دماغي ان انا عايز اوصل مسلا لمبنى معين. يعني انا عايز اعمل مبنى زي زوح حديد. طب زوح حديد ده بتعمل بايه? بالماسنج. خلاص ابدأ ارسم اتعلم الماسنج. وابدأ كل الامر انا عرفها ابدأ احطها في المشروع بتاعي. وبفاجة باوامر اول مرة تيجي. يعني انا عايز اخلي العمود مسلا يبقى ماشي مع الماسنج. عايز الولت يبقى ماشي مع الماسنج. ابدأ اشوفها تتعمل ازاي? ابدأ ادور عليها. وابدأ اعمل سش مشروع اوتوكاد. بحاول اوتوكاد ده لريبت. تمام? اول مكان اللي انا موجود فيه. انا عادة يعني انا ماشي وانا سائل عربية. ممكن الاقي وجهة منزل مسلا غريبة شوية. تمام? اروح نصورها. واروح البيت واعض افكر. انا عايز اوصل لنا اعمل نفس الشكل المودنينج دوت. تمام? في مسلا كان في مرة مراته ده يعني كان اصعب حاجة. كان عايز اعمل مصمار ويلف ويبقى من ناحية كبيرة ومن ناحية زغية. وتلف حوالين الحاجة دي بتتعامل بسهولة بالماكس وبالسكتش او بس بالريبت بتبقى بتاخد وقت. فانا ابدأ وانا في دماغي حاجة عايز اعملها. يعني انا دلوقتي وانا بسمع الفيديوهات دي. انا في دماغي ان انا اعمل ممنة صغير فيلا صغيرة. ونبدأ نشوفها تتعامل ازاي? تمام? ان شاء الله يعني التطبيق هو اللي بيخلي الواحد ما ينساش المعلومة. طيب فيه اي سؤال تاني? او باش نسأ اياه هل الكلام مقنع او عايز ان انتناش فيه? هو كده او انا تمام بس ايه اصدي يعني لو ان انا اعمل او حاجة فتمام انا بعرف اعمل حاجات. بس عايز ان انا طبق بقى ان انا اعرف اعمل حسابات بقى للمشروع نفسه. الحسابات انا حسابات تكييف ولا ايه بالزبط? اللي هي بقى يعني انا مسلا انا هبقى اشغالة بهم للمشروع دوت فعايز اعرف انا دولي كمهندسة مسلا هعمل ايه هقسم الشغل ازاي? ازاي هوا عارف اتحكم مسلا في اللواء مين يعمل ايه مين ما يعملش ايه الحاجات دي كلها? طيب انتم ممكن مسلا تعودوا مع بعض وتشوفوا مسلا انا هعمل الحوايط واحد تاني مسلا انا هعمل فلور ونبدأ نقسم. انا مسلا مش هقدر اشتغل غير لما ده يخلص الجزء تاعه. انا مسؤول مسلا عن التحليل الحراري والتحليل بتاع الزل في الحاجات ديت فعلا انا دور كده قبليك وكلو هعمل دراسة على الماسنج ولما خلص تدخله. فواحد تاني هعمل موقع عام. فاحنا بنبدأ نقسم بنا وبين بعض الشغل. انا اعرف اسلا واحد صديق اه ليه يعني? كان تخصصه سلالم. يعني هو ما بعملش حاجة في المشروع غير السلالم. لانها متعبة شوية. فهو وهو عايز يصل لدرجة ان هو يعملها مزبوط مية في المية. فخلاص احنا شغالين كلنا في المبنى وهو شغال في السلالم بس. واحد تاني مسؤول ان هو اه يعمل اسكادولات. واحد تاني مسؤول ان هو يعمل اه اه وهكزا. بنبدأ نقسم كل واحد قوه في ايه? ولما الواحد يعرف معلومة يقول يندهل للناس اخوان انا عرفت معلومة جديدة. ما عقدش عرفها. طب تعالي شرحها لكو. ونشرحها لبعض. ان انت بدل معلومة مع بعض. تمام? يعني ما حدش يكتمل معلومة لأ ان ننشر معلومة بيننا وبين بعض. اه ده هيخلي في بركة وتعرف معلومة جديدة. تمام كده. طيب في اي اسئلة? طيب في سؤال بيسأل اه ليه بنشكر في الريفت بزيادة مع ان الماكس ممكن نيغنى عن الريفت والسوق محتاجه. ونستخدم الريفت دي صاية والماكس سري دي وشوت رندر قوزته في مشروع تخرج. طيب طيب دلوقتي السوق نفسه هو اللي بيقول لنا. السوق نفسه بيقول لنا اه لما بنت نبص في الوظائف بنلاقي الناس بتطلب الريفت بشكل الاقوى. ليه? لان الريفت بيجرد بيعمل شكل بس. هو الريفت بيعمل لنا حصر بشكل قوي جدا لانه وانا برسم بقوله ان دي حيطة. لا ده ده عمود. لا ده ده مسلا كهرباء. عكس الماكس. الماكس كله ماسنج وكوتل ومودل امبليس وحاجات زي كده. انما في الريفت لأ بيبعرف الحاجات. فلو انا قلت له اعمل لي كلاشات بين الاعمدة والجواب هيقدر بيقول لي يمكنك الكلاسات. انما لو قلت له في الماكس او في الراينو او في سكتش اب. مويدور ومودل رادية انه لانه كلها عنده زي ما بقوله كده كله عند الراقصابون او كل حاجة واحدة. ما بيفره عن الدينامو. باش انتو عمر بس بس. الدينامو. مالو الدينامو. اه احسن حاجة لتعلمه. طيب اللي انا فهمتو حضارك بتسأل ازاي نتعلم الرينا. صح? لا الدينامو. مزبوط. الدينامو. طيب الدينامو هو موجود في الريفت. تمام? يعني خلاص بقى جزء منه. وبدأوا ان هما يخلوه مسلا هنا مسلا في المانج. بدأوا يعملو لنا اللي هي دينامو بلاير. يعني مجرد بس تدوس تختار الدينامو. وهو يشغلو لك على طول. فدي من ضمن المزايا القوية. تمام? وبدأ يعمل لحاجة اسمها جناليتف دزاين. ده معتمل برضو على الدينامو. عبارة عن ايه? بيديله. هنا مسلا. دينامو بلاير مفروضها تظهر لوحديها. لان هو بيعتبرها ببرنامج مستقلة عن الريفت. تمام? مجرد بس دوتس هو بيبدأ يعملو يشغل لك الدينامو ده. تمام? ممكن تقول له اوبن وتفتح فولدر معين. او تشوف المناف اي حوالي. مسلا هنا بيحسب اطول مسافة لو في حريقة مسلا يعرف المسافة. ممكن تقول له احسب لي مسلا اطوال كل اللاينز. يعني عندي كزا لينز. وادوس عليه هو بيبدأ احسبهم لي. تمام? انوتات. ديت اللاين. خلي بالك ان. اعتقدت اللاين ملغي. ديت اللاين. وتقول له انا عايز احسب لي الاطوال كلها. فيبدأ يقول لك select. ابدأ يvellئ. خليط تحكمه على اهم كلهم. ببيض Gem Assist. select tab click to select عفروض اجيب الرقم هنا سعرف شو جيبهم لي على العموم هناك ادنس كثيرة موجودة ان تبدأ تشغل بها اهو جاب اهم لك اهم الحاجات تهيت بس بشي جاب النتجة بتاعك هناك فقائل بالقامة منيج هو اسمها create study يبدأ يعمل لك دراسة بس لازم تدخل بالحساب بتاعك وتدخل خصام سر النمبر يعمل لك مثلا انا عندي غرفة وعايز ابدأ اوزع فيها الكلاسي فتقدر تعملها من خلال create study تمام تقدر تقول وزع تلقائي للعناصر بتاعتي طيب لو انا عايز ابدأ اتعلم الفكرة نفسها ولسه انا معرفهاش عايز اتعلم الدينامو في مهم قريبا شرحنا الدينامو بس هو الدينامو مالوش حاجة ثابتة يعني في الريفت او هبدأ اشرف واحد دين تلاتة اربعة في الدينامو لا ده الدينامو تعتبر زي لغة برمجة فانت محتاج ان انت تتمارس اكتر قدر ممكن عشان تقدر تعرف تبرمج فكل حاجة انت تعملها ببرمجها بيكون حاجة جديدة يعني تكون فكرة ما هتش عامل قبل كده على سبيل المثال مثلا عايز تقوله يعني حاجة كون الريفت ما بيعملاش اصلا وانت تقوله اعمالها مثلا عايز اعمال لي يصدر كل السكادولات مرة واحدة على هي تكسل كلها في مرة واحدة تمام اهي ممكن تقوله مثلا ايه تاني عايزك مثلا ترسم السلالم كلها بشكل قوي وكون فيها منحنة وتحط شروط مكادش موجودة قبل كده ممكن تقوله انا عايزك تحسب لي مثلا حاجات الاسكادولات نفس ما بحسبهاش او تقوله مثلا انا عايزك تعسوم لي بتقسيمها غير الاسكادولات بيعملها وكذا الفكرة في البرمجة ان انت بتدي كدرات اعلى للبرنانج مش موجودة فيه وكذا يعني تقوله مثلا ايه عايزك مثلا تبدأ ترقام لي كل اللي بواب وتبدأ من الباب اللي هنا وتمشي وكأنك انت ماشي تديره تركيب مثلا تقوله ايه خد اول حرف من اسم الغرفة وبعد كده حط الرقم لي يعني تعمل اسلوب في التركيب ما كانش موجود فيه قبل كده عايز ده بس ايه ان انت تعمل كذا مشروع عشان تبدأ تكون صبرة في الدايناو الدايناو يعتبر برمجة مرئية او برمجة بدون كوت فانت محتاج النيت تتشغل عليها كتير وكل مرة تبتيك الحاجة جديدة فالطار هي تدور عليها في النيت عشان تعرفت عايز تصلي ايه يعني عايز تقول له ايه انا عايز كل الرومس مثلا اشوفها في 3D ما شوفش حاجة غير الرومس في 3D عشان شوف اذا كان فيه روم غلط او فيه روم زيادة او فيه روم دخل في روم تانية فتبدأ تبرمج حاجة زي كده تمام الدايناو هوت مثل ان هو بيبقى سهل بتوصل حاجات ببعض جيش بتحفظ اكويت بس لو انت عارف بايسون وحاولت تبرمج بايسون جوا الدينامو بيضي الكوه جمده جدا هنا بتقول له مثلا ليوك وبدلا ما تكتب شفرات بتبقي توصل ببعض بتقول له مثلا انا عايز دوت مثلا عايز انبوتس او انبوتس لايط تمام وتقول له مثلا انا عايز درسل بوينت اهي باي كورتنيتس يعني اهددله x y y z هو هنا ما اعتبر كله بسفر فانا اقول له لا اوصلهم لكده x y z نركز على النقطة الى تحت دي اهي واخدت واحد في واحد في واحد تمام اهي بدل الاول كتزيرو يعني لو انت قلت له خليها مثلا زيرو هتلاقي تحرك كده طيب لو قلت له حركة لي كده هتلاقي تحرك معاك طيب انا عايز مثلا كل دول هقول له كرر هوملي اهو انا عايز اقول له لين لين هتدي له اول نقطة واخر نقطة تمام فهقول له مثلا خد النقطة دي ونقطة دي حركة شوية اهو فيبدأ يرسم لي اللاين اهوت طيب لو حبيت عدل فيه اهو بيتلاقي ان هو سهل للتعديل ده مستو ايه موضوع ان انت ترسل بشكل دوت ممكن ترسل مبنى كامل او كتلة بتاعت المبنى بالطرق دي وبعي كانت توريها للرابل فاقول لك لأ طب انا عايزها ديناميك عايز مثلا ايه غيرها اللي بزاوة 15 غيرها بزاوة 16 لا اعمل هالي بزاوة مثلا 30 فيبقى التعديل سهل جدا توصل لأ ايه شكل انت عايزه فموضوع دينامي دوت لما بتسكنه بس ما نصحش حد يدخل فيه وهو لسه مشتغلش في الريفت واللي مش راح تعمل ايه ما انت مش عارف اصلا الريفت امكانياته ايه واللي نقصه لما تشغل بالريفت كويس وتسكنه وعايز تتعلم حاجة دي ده خش في الدينامي تمام؟ طيب اسئلة ثانية اي اسئلة ثانية ايه ما شوانس ايه ما فيش طريقة مثلا لو فيه مثلا ماجرين بصعب شوية يعملوا على الريفت اعملوا ماكس وبعدتان تخدوا الريفت ويقدر يقرى منه برضو الول على الناها وال والروف على الروف كده حلو اوي جميل اوي ينفع الموضوع دوت اه من ناحية ينفع ينفع خلينا نخش نشوف الموضوع دوت عملي تمام؟ اه ده مثلا كنت بعمل تحليل المبنى من ناحية الشمس خلينا اقول له افل الشمس تمام؟ طيب عايزين نرسم كتلة ونشوف ازاي نحول الكتلة دي لول وحاجات زي كده والموضوع بسيط جدا وسريع ماسنجاند سايت انا اقصد ان انا كن اعملها على الماكس ينفع ينفع انت بتاخد شغل من الماكس وعند اوامر هنا هوريه لك دلوقتي يعني تخلي الكتلة دي معقولة على الماكس انت مشكه خالص عندك انسيرت هنا وتقول له انا عايز مسلا اعمل امبورت كيت تمام؟ تقدر تدخل ملف دي دابلو اف او دي دي اكس اف او او سكتش اوب او راينو طبعا انت الماكس تقدر تصدره دي اكس اف بدون ايب شكل خاص فانت ممكن تصدر الماكس بتاعك لدي اكس اف وبعد كده تيجي هنا هنرسم كتلة هتجي كتلة مع الجهزة بس احنا خلينا نرسمها امبلسماس ماشي اهو وهبدأ ارسم مثلا اهو اهو واقل له اعمل لي كريت فورم اعمل لي الفورم بتاعتي ابدأ اتولق والله بشكل دوت انا بزود الارتفاع بتاعها ماشي وبعد كده هالف الجزء اللي فوق اول ما الامر بس يخلص عشان جايز هنج في اوامر في الوول ان انا اقول له الوجهة دي رغم انها واخدة زاوية واخدة منحنة وارك وكده حوالها الوول فهو اوتوماتيك يعملها وكذلك في الفلور وكذلك في الروف فالاوامر الموجودة هنشوفها مع بعض دلوقتي تمام همسك بقى الجزء اللي فوق دوت وقول له انا عايز اعمل له روتيت هامره روتيت اهوت تمام اهو لفيته مثلا من شكل دوت المبنى كله لف معي تمام ممكن تقول له اسملي الوجهة دي لتقاسيمات كده مثلا اندفايد سيرفز اللي احنا عايزين هي هستملك بشكل دوت تمام طيب هقول له انا اتراجع خلي نمسك الكتلة ديت حاجة اسمها مس فلور يعني ابدأ اعملي فلور في كل الليفل هابدأ اعملي الشكل دوت ههو وقول له اوكي الحاجة دي حاولوا تطبقوها عشان ايه ما تنساهاش وحاول انت تحط في دماغ حاجة معينة اصعب وحاول تعملها وتشوفها تتعمل ازاي اقول له مثلا ايه انا عايز اعمل وول باي فيس حتى لو الكتلة دي معملا على الماكس او اللوتوكيد او مجرد تختار الوول هو بيبدأ يرسلك الوول على الوجهة بشكل دوت اين كان الشكل التاح طيب اخر جنبي ده لسنا اعملتوش عن اساس ان انا اقدر شوف بس الفلور طيب ممكن تقول له فلور وتبدأ بقى تختار الليفل نفسها فلور باي فيس ها هيبدأ اعمل لك كل واحدة فيهم طيب لو انت عايز الروف روف باي فيس الفيس دي مخصوط بها اي حاجة حتى لو موجودة معمولة على الرينو يبدأ اخدها ويبدأ اشتغل عليها بالشكل دوت طيب لو انت رفتها في بالتلوين نهاية فتقدر تختار الشكل اللي انت عايزه انه كان فيه الحيث دي كنا عاملين على الحمال السباحة فالحيث دي بتاع الحمال السباحة اه تمام طيب فهو من ناحية ان انت تقدر تعمل الشغل على حاجة معينة عساس ان انت بتدكنها ما فيهش مشكلة خلص ممكن تعمله على الرينو على الاسكيتش اوب على 3D ماكس وبلك ادخل وتشغل عليه او ما فيهش مشكلة بس كل برامج دي ما تقدرش تطلع لك لوحة دروبنج او لوحة زين او لوحة اسبلت هو بيعمل لك بس شكل القتلة على انها قتلة هنا بقى تقدر تعمل القتلة وتقدر تعمل update عليها وحاجزة كده تمام بيش معنى السعب في الاخر برده لازم هارجع على الشغل ده ارفت التاني بس هيبقى الادوات سهلة يعني مثلا خلص التمعات الحيطة دي هتعمل اه وبعد كده هتبدأ بقى تشتليل هو عمل لك succession في كل الاماكن دي بسهولة يعني خلين نعمل السلجتة كده على دوت و control 1 عشان تتلع لناها قائمة بتاعة الخصائص تمام اهو تدر طوله مثلا انا عايز اشوفها في السري دي لوحديها هو لو قلت له بقى من هنا عايز اعمل السلجتة على دي ودخل كده جواها هتلاقيه وتوماتيك عملك الاطعف بالزبط في الاماكن بتاعته فهتلاقي الموضوع اسهل بكتير في الشغل طيب في سؤالين في سؤالين هل ابدأ اعمل اتعلم البيم ولا اتعلم الرندر لما انت تعمل الرندر لايه تعلم الشغل نفسه ولما توصل الى المستوى حلو يخش في الرندر انا شخصيا سعب اعمل رندر على ريفت او سعب اعمل توين موشن توين موشن ده برنامج مجاني بتستطبه ويقدر اعمل الرندر بشكل قوي السؤال الثاني برضو انا في مرحلة اولة في سنة اولة ولو ركزت على جزء البيم دلوقتي هل يكون افضل ولا دي مرحلة مسبقة لا صراحة حاول انت تفهم النظريات العمارة الاول والافكار وتبدأ تشوف العمارة السابقة يشون تشوف نماذج للعمارة ومدارس العماره المختلفة وتبدأ بتشوفها التشوفال العمارة السامية العمارة المسيحية العمارة الفرعونية ولبدأ العمارات البزنطية وتبدأ تشوفها virtue وبعدها تفكر 언هة اللBig wie z Хорошо وتفهمها أمود رأي احساب طيب ايه رأيكم الواحد يبدأ يشتغل على الكاد وبعد كده يعمل موضل ريفت ولا يبدأ يعمل الشغل كله على ريفت اوتوماتيك من غير ما يرسم على الكاد الاول ايه رأيكم سؤال كده للنقوش رأيكم شباب اه اه ريتسوت اسهل اه اتفضل 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 باش نسروق باش ماندس هاي دي بتقول بيعمل كله على ريفت ماشي باش نسروق اتفضل اه اه كنت اتفضل ده حددك قبل كده وانت كنت اتجاوبت بس الفضل لو الناس مش عارفين ممكن نقول تاني بس حددك قبل كده الموضوع ده طب اتفضل ان احنا نشتغل يعني محبوبك وانت قلت ان احنا نشتغل ريفت الاول مرة واحدة وبعدين وحبين نصدر الكاد تاني فخلاص نفس مشكلة تمام بدلا ما اروح اشتغل الكاد وبعدين ارجع ريفت واكمل جميل تمام تمام الفكرة كلها ما بقاش فيه double work ما بقاش انا بعمل حاجة وبعد كده عادها تاني يعني بعد ما عملت الشغل على الوتو كاد احاول ادخله تاني على ريفت وحصل معناك مشروع كان فيه ناس بتعمل تصميم على الكاد وناس تاني بتعمل مودلينج بس فكان فيه double work وبعد كده بتاع المودلينج قال لك احنا نشتغل غير لما ناخد أبروفل فكون ان هو الديزاين خلص وبس مستنيني خمس شهر يوم على ما يجي الابروفل فكان الشغل تعطل بشكل بشع جدا بينما لو كنت عمل من اول مرة على الريفت كان خلاص وقت بتحب تصدره للكاد هتصدره بدون مشاكل خالص تمام يا شوانت صلى يا كرمك طيب فيه حد عنده اسئلة اي اسئلة بخصور محاضرة طيعت النهاردة في اي حاجة خاصة بالشغل وكده بالعمارة بالحاجات ديت طيب كان فيه حد بعد سؤال برضو بيقولي البيم والرينو مفيش فرق بينهم لا فيه فرق كبير الرينو بش من برامج البيم لان هو وانا بشتغل عليه ما بقولش ان ده حيطة او ده عمورة او كده بنامج الرينو برامج البيم بعد ما نعمل القتلة ونعمل عليها تحليل بتاعتنا زي فيه كزا حاجة اللي دي باج والحاجات ديت ونتأكد ان شغل بتاعنا تأمام ممكن نكمل شغل في البيم طيب اي اسئلة اي حد عنده اسئلة طيب فيها فيه سؤالين اللي هو ما حدش عنده اي سئلة امكانية استخدام الريفت في اللوحات التنفيذية اللي هي شوب دروينج ورسم التفاصيل بدكة هو بنامج متخصص احنا في الشغل بتاعنا بنعتمد عليه تماما يعني ما نطلعش شغل من الريفت ونكمل شغل على الاتوكات هو بقدر يعملنا اللوحة المعماري والانشاء وكهروميكانيكال بقى داك التفاصيل وازاي شغل بيمي في التصميم الداخلي اللي هو الانتيريور ديزاين نفس الادوات اللي احنا مشتشغل بيها في سري دي ماكس او الاسكيتش اب وبيبقى عندنا مكتبة كاملة لكذا مبنى بحيث لو احنا عايزين نرسم او نعمل نمزجة لأي كتلة يبقى الموضوع سهل معنا وبيديني اضافة بس موضوع الحصر موضوع الكوردنيشن موضوع الشغل بتاعتنا عايزين نحن نحصر الماتيرية اللي موجودة وهكذا بيقدر يجبها لنا بسهولة جدا في برنامج البيان طيب في اي حد عنده اياه سئلة في اي حاجة؟ طب بقت طيب حاجة في الشغل وليت فيه مشكلة في اي حد عنده اياه مشاكل في اي حاجة؟ اه انا عايز اتسأل سؤال اصدار كمانة شئلة اه اصدار اه انا بتاعت عرفك واحنا امتى ممكن نشتغل ربت ونرجع تاني للكاد يعني اما اشتغلت على ال 2 لقيت ال 2 كافين يعني لقيت ان الربت كافي عن عن الكاد يعني لقيت ربت جايب كل الحاجات اللي انا محتاجاها فاريه انا فكي نرجع للكاد طيب انا شخصيا وانا شغال ما بروحش الكاد خلص تمام؟ يعني كل شئ اللي بعمله على ربت لو في احاجة مطال نعملها على كاد بعملها على الربت ابدأ اعضي افكر فيها يعني اصلا اول ما جبت الكمبيوتر تمام عدت فترة مثلا انا عايز اعمل كل الشغل على الكيبورد فكنت بابسك الماوس ده اشيله خالص واشتغل كل الشغل على الكيبورد وخلي الماوس تحرك من خلال الكيبورد ففترة فترات راح تشال الكيبورد خالص واشتغلت بالماوس وعايز اشوف امكانيات ايه ان انا اعمل شغله كله من غير مشاريع التاني طيب انا الصراحة بقالي سنين شغل بالريفت مفيش حاجة بحتاج ان انا اعملها على لوتكات يعني حتى لو فيه تفصيلة معينة او شكل هاتش معين او الحاجات دي كلها كله بعملها على الريفت لما بتوجينا حاجة يعني حتى لو انا بس ظهر في مشروع فترات ان انا اعملها في الوحة لوتكات بعد ما صدرتها من الريفت خلاص باكتبها عندي كده وعده ادور عليها لحد ما اعرف الحاجة دي تتعمل ازاي يعني مثلا شو جئت مثلا الموديلنج بشكل قوي معمول حلو بس لما جيت اعمل مثلا قطاع فيها في جزء مش ظاهر ابدأ اشوف الادوات بذات الادوات اللي بتاعت انوتيت بتغنيني ان انا اروح على الريفت كله تعمل كله تعمل على الريفت مفيش مشي خلاص مفيش حاجة هتوضيهني ويقول لي لا لازم تعملي على الكات تمام الا بقى لو يعني فيه تثبيت ليه الحاجة زي كده ماشي بعد ما صدر بعد ما صدر انا بحاول اركز على ان انا بشكل شوية في مشكلة بتوجي الناس يقول لك ايه في ايه حاجة انت مش عارفها صدر كاد واعدلها في الكاد وابعتها طيب لما يجي لما يجي صدر تاني هتلاقي نفس الحاجة ان انت والريفت في حاجة نقصة ومضطر ان انا اعدلها في الوتكات فلو انا بصدر او بابعت الشغل كذا مرة كل مرة هدخل عيد الشغل يعني التعديل اللي انا اعمله في الكاد مش هينفع اخده كوب بيست لا لازم ادخل اعمله تاني فكل تركيزي ان انا مفيش حاجة اعملها في الكاد خلص كل الليرات وكل شغل وكل الالوان وكل حاجة نقدر نتضبطها واحدة واحدة يعني التصبيب كله من منش اوبشيكت ستايل بدخل اضبط الالوان والليرات وكل حاجة وانا بصدر للكاد في حاجة معانا بضبطها انا بشغل في مشغلها كوي جدا وما فيش حاجة بنعملها في الكاد كله ريفت من الف بياء تمام حتى انا بصدر للكاد تمام اه بدخل هنا في الخصائص بلاقي هنا تثبيتات الليرات فبقول لي مثلا ايه الول حط على اللير اسمها ايه وال والكالر بتاعها لونه كذا تبدأ تلون لو انا فعلا ان ركزت ان انا كل شغل اللي يطلع من ريفت فعلا تحتمل 100% على الريفت ومتعمش حاجة في كاد خلص طيب في ايه السور تاني طيب شكل المناسب بيظهر ازاي في السري دي وازاي يخفي عنصر وزيره تاني طيب الموضوع اللي اظهره بالاخفاء دي قصة طولة جدا تقريبا لما حاجة تختفي في ستة وتلاتين حاجة كده ممكن تخفي وتسر لو انا عايز اخفي حاجة وازهرها ممكن اعمل select واجي هنا في النضارة وقول له hide element كده انا خفيت العنصر ده بس خفيته ايه temporary لو انا عايز ازهره تاني هقول له reset فيبدأ يزهره طيب لو انا عايز بقى يختفي تماما ممكن تيجي هنا من النضارة اسف النضارة اللي جنبيها ممكن تيجي هنا هتلاقي هنا علامة hide تخفيها ممكن تيجي هنا وتيجي من النضارة دي تقول له hide element وتقول له apply فكده هو قبل موضوع الاخفاء تماما طيب ازهره ازاي من هنا اجي هنا وتبدأ العنصر اللي اظهره معي لو في عنصر مخفي اعلم عليه وقول له unhide خلص كده هيبدأ يظهر معي طيب ايه تاني برضه ممكن الفي في يعني الفي في وقول له اغفيله كل الفلور خلاص تختفي وممكن من فلتر اختار الفلتر وعمل فلتر انه يغفيله حوايط معينة بشكل الحوايط شكل المنسوب المنسوب بالرامب لو رامب اعطيك الدهنا في المشروع ده كنا نعملين رامب من شوية اهو 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 في رامب في الحتة دي تظهر لسبب معينة ها ده الرامب هي تظهر لسبب معينة ها ده الرامب هو عشان احنا عاملين هنا موقع عامه كده طيب اهوت الرامب ممكن نقول له يظهر هو الرامب في الثري دي طيب ممكن نخفي تبغرافي عشان شغل يظهر معاكو في في تبغرافي اللي هو الموقع العام فيبدأ يظهر الإرامب بشكل دوت طيب لو انا عايز ابدأ احط عليه الكلام هقول له وممكن تقول له مثلا انا عايز السلوب فيبدأ اجيب لي السلوب بالشكل دوت طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا مع السلوب عايز احط سبوت اليفيشن اهو اي نقطة هتحددها هي احد هنا كوردينيتيتس اللي هي ال x وال y هنا مثلا اهي يعني دي ده تحط كل الديمينشن انت عايزه طيب اه باشو انتشرف تفضل باشو انتشرف ما عليش شغط باني او صد ما عليش شغط باني او صد او باش طيب في اي حد عنده سؤال اي حد عنده سؤال اسبات اا باش مهندس انا باشوف ان فيه قوايم كتير اوي يعني ازاي ان انا اعرف يعني اغلبات حاجات اللي موجودة في يعني في الموديلينج كده كنت بعد اجرب حاجات كتير وبعرفها من نفسي يعني بعرف ده بيعمل ايه وكده لكن في بقى قوائم وحاجات كتيرة قوي في الريفيت ازاي اقدر يعني قطن اغلبها انا سلام. انا بتغيالي الفريق هنا بااااا عامل هو اا شرح او حاجة زي كده حسب ما فهمت منهم يعني ممكن مش هنصحهم انتفاوزي ااا يفيدني ااا الفكر كلها انا ببعرف انا عايز ايه تمام يعني انا مش باعدة غربه خلاص انا مثلا في عمود معين عايز اعماله بابدأ ادور اشوف ايه الحاجة اللي انا عايزة بابدأ وانا في الدماغي فيه مشروع معين يعني انا مثلا دوت مشروع عملنا اهوت حاولنا واحنا بنعمله يكون فيه حاجات مختلفة كتير فيه مثلا الشكل دوت مثلا فيه حمام سباحة مثلا فيه مثلا سنسورات وفيه سلالة وفيه رمبات عناصر كتير جدا بحيث ان هو يبقى غني فيه مثلا حاجة بشكل دوت فانا شخصيا بفضل اني حط في دماغك مشروع معين يتعمل وليكن مثلا البيت بتاعك تبدأ تفكر كده انا عايز احط كل التفصيلة في البيت في قلب المشروع دوت وابدأ ارسمه وابدأ احاول اعمله بالضبط والريفت مش موضوع التجربة انا عايز اوصل ليه يعني مثلا دي مثلا فيه فاتحة هنا اعملها ازاي ابدأ اشوفها وهكذا ممكن الفريق بتاع اسي اي هو اعطاكم مجهز شرح لكم ولو فيه حاجة وافة قدامكم كلموني مثلا الحقيقة احنا مش عارفين نعملها عايزين نوصل لكذا مش عارفين نوصل لها فنبدأ نشوفها تعمل ازاي هو بنامج ريفت متخصص في عمل مباني تمام فهو هتلاقي كل الادوات اللي انت بحتاجها عشان تعمل مبنى بتاعك موجودة فيه عكس برامج تانية بيرسم جينيريك موديل فهو بيعمل اشكال غريبة كتير حتى لو هي ما تنفسي لانه اصلا بيش في دماغه ان هو يعمل مبنى هو في دماغه ان هو يعمل اي اشكال تخطر على بالي حتى لو هي اشكال طبعية عايز تعمل البناء ادم عايز تعمل حيوان عايز تعمل اي حاجة مفتوح هنا متخصص في المباني في اي اسئلة او اي حاجة انا دا رجاب عليها طيب احنا ممكن نوقف دلوقتي ولو في اي حد عنده اي اسئلة يبعثها الاسي او يبعثها الهي وان شاء الله نتعاون في ان احنا نوصل لحك واسب اذن الله وشكرا لكم واسف لو كنت طولت عليكم شكرا لكم